اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة الحالية يبدو انه اتفاق لا يزال هشد مع كل ما حققه من تقدم في التفاهمات بين الكتل السياسية والعلاقة فيما بينها والقوانين التي تتحدث الكتل السياسية عنها منذ سنوات ومع انها تقترب من التشريع الا انها لا تزال خاضعة لتهديد الخلافات بين هذه الكتل ما يلمح الى امكانية ان تكون هذه القوانين ضعيفة في حال تمت المصادقة عليها بهذا الشكل هل لا تزال ازمة اتقى موجودة بين الكتل ولماذا لا تتمكن الكتل من تجاوز خلافاتها مهما كانت هذه الخلافات عميقة ما مدى جدية الكتل في الاتفاق على صيغ القوانين المختلف عليها لتكون نقطة تحول للعملية السياسية في البلاد وتؤدي الى نتائج ايجابية كل هذه التساؤلات تضعنا اليوم امام حقيقة واحدة هي ان العملية السياسية لا تزال بحاجة للكثير من العمل لايجاد الثقة الحقيقية بين الكتل والاستناد الى نقاط الاتفاق في جعلها منطلق نحو تحقيق الاهداف العامة للوطن والمواطن بالحديث عن الاتفاق السياسي والقوانين المرتقبة ورحب بضيفي في الجزء الاول السيد كاظم الصياد النائب عن ائتلاف دولة القانون اهلا وزهلا بك سيادة النائب اهلا وسهلا ستيف سيادة النائب دعني ابدأ عن القوانين نتحدث عن القوانين وايضا هذا اليوم المواطن العراقي يشعر بالخوف بعد تعليق كتلة مهمة داخل مجلس النواب تعليق عضويتها شو نتحدث عن هذا الموضوع نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولكل اخوة مشاهدي قناة الرشيد الفضائية بالحقيقة انا اعتقد قلتي شيء مهم هو هل هناك مصداقية ما بين الكتل السياسية انا اقول لك لا توجد هناك اي مصداقية بين الكتل السياسية والاسباب التالية اولا نتائج الانتخابات انا اعتقد التوافق قد اعدم شيء اسمه الديمقراطية ونتائج الانتخابات لان بالحقيقة اليوم الكل يعرف بان الديمقراطية هي عبارة عن انتخابات ونتائج انتخابات وفريق قوي وفريق معارض وهذا شيء موجود في جميع دول العالم لكن للأسف الشديد بالعراق ما تطبر العراق لا يفقهون شيء من السياسة كتل السياسية لا تبحث عن شيء اسمه السياسة ولا تبحث عن شيء اسمه بناء الدولة ولا عن شيء اسمه بناء الوطن والمواطن لا يعزوها شيء ولا يهمها شيء سوى بناء ماذا ستحصل من خلال العملية التقسيمية للحكومة العراقية لكن سنين صارنا ستاة كاظم بهذه الدوامة يعني مو كافي مو كافي هاليوم نفس الوجوه نفس الكتل السياسية هم داخل قبة البرلمان وأيضا فيها الحكومة العراقية يعني ما كان فيها 12 سنة هذا استفسارتش هو إجابة على موضوع السؤال تقولون أن أصبح لنا كثير من السنوات في هذه الدوامة من خلق هذه الدوامة هي هذه الكتل السياسية البائسة التي لا تستطيع أن توفر قوة الشعب العراقي فعليها من الأفضل عليها احتراما لتاريخها السابق أن تتنحى وبكل صراحة يقول نحن فشنا في بناء الدولة ونحن الآن نفتح باب الترشيح لجميع الكتل والوطنيين والسياسين ومن يريد أن يبني العراق فنحن نستقبله ونحن معه إن شاء الله لكن أستاذ كاظم خليني أتحدث موضوع مهم جدا هو الاتفاق السياسي هذا اليوم بين الحكومة يعني وأيضا الكتل السياسي هذا اليوم كتل داخل مجلس النواة بتعلق عضويتها بسبب عدم تنفيذ الاتفاق السياسي من قبل الحكومة كيف نتحدث عن هذا الموضوع يعني أتحدث لي عنه هذا بالحقيقة ليس تعليق أضوية هذا عملية استفزازية لأخذ المكاسب وتمرير بعض القرارات التي لا تتوافق مع الرؤية المستقبلية لبناء الدولة إذا سألتني كيف أقلتش اليوم الأخوة الكرد طبعا أنا أقول الأخوة الكرد الشعب الكردي وليس السياسي معتراماتي لبعض الكتل السياسية هذا رح نرجع على الكرد اليوم خليني اليوم بالاتفاقية السياسية بين خلي أتحدث بكل صراحة اتحاد القوة اتحاد القوة المكون السني يعني حد شروط في الاتفاقية السياسية يعتقد هذه الشروط لحد هذا اليوم المدة اللي انطوها للحكومة ست شر يعني انتهت المدة وما تم تنفيذ أي بند من هذه الشروط يعني مثلا المساءلة والعدالة قانون الحرس الوطني وايضا قوانين مهمة جدا اللي هي قانون المصالحة وقوانين موجودة بالاتفاقية السياسية اشتر نفهم هذا الموضوع يعني هل نقدر نقول انه هذه الاتفاقية السياسية يعني صارت فعل ماضي او هل هناك قوانين رح تنفذ او تم تنفيذها يعني هو اتفاق هو كالتالي ما يسمى بالورق السياسية نعم انت قلت هي كلام جدا لطيف وهو الكتلة السنية يعني الكتلة السنية لا اعرف هل هي كتلة بعثية ام كتلة داعشية يعني نجد من الكتلة السنية يعني هاي الكتلة البعثية والداعشية فهمني عليها كثير يعني ناس استاذ يعني احتيويك استاذ كثير ناس انتقدوك يعني بالذات استاذ محمود المشهداني عندما خرجوا السنة قلت خرجوا الدواعش وايضا كان هناك امتعاض من كلامك هذا في حفيظة مكون مهم مثل المكون السني اللي انت بالتحديد تتهمهم دائما بالدواعش او البعض يعني احنا نتكلم كما يل الورقة السياسية قالت يجب نعم قضية الاولى اقرار الحرس الوطني يعني ما قالت وفق رؤية السنة ولا قالت انت ينسحبوا اذا لم ننفذ هذا الموضوع احنا ما نشتغل بكيفهم احنا بالنسبة ان هذا اتفاق مدود احنا عدنا 183 عضو مجلس نواب كان من الممكن ان نقوم بتشكيل حكومة كاملة ولكنهم ذهبوا يتباكون عدة الامريكان والدول العربية للضغط على التحالف الوطني وانا اعتب شديد العتب على التحالف الوطني الذي للأسف الشديد كتله السياسية بسبب تمزيق الداخل وعدم الاجتماع على رؤية واحدة جعل من الاخر يكون هو الكتلة الاغلب لكن هو شرك بالوطن بالوطن والاجتماع اذا اتكلم على الشراكة فيجب ان نتحمل الشراكة واذا تكلمنا على الاتفاق السياسي الاتفاق السياسي هو ادارة مصالح دولة انا انطيتك استحقاق اريد اتحدث بنقطة اريد اتحدث بكل النقطة يعني هذا اليوم من اقعد وياك على طاولة وحدة واتفق واخلي اتفاقيات واخلي شرط لهذه الاتفاقيات وانتك مكون ثاني احتيه بكل صراحة اليوم اصبحت لا تخفى على المشاهد اتوافقني وتمطيني ضمانات حتى تنفذلي هذه الشرط انا انطيق ضمان انا اصلا ما يشرفني اقعد مع الكتلة السنية اذا كانت في حالتين اذا كانت مدافعة عن البعثيين وكانت مدافعة عن داعش هي تريد بهذه القرارات يعني بس ارجعني على هاي انه ما يشرفني اقعد مع الكتلة السنية اذا كان يمثل داعش والدفاع عن البعثيين لكن انتوافقتم عن الاتفاق اتفاق هذا اليوم انا بالمناسبة وموجود بتشكيلة الحكومة هل يوم تنفذوا لو كانت عندي ورقة الاتفاق السياسي وقرأناها كما كتبت هو تعديل قوانين القضية الاولى تعديل قانون المسائلة والعدالة هم شير يريدون يريدون العفو عن البعثيين ويريدون قانون العفو وزينان قانون العفو اطلع عشر تلاف من القتل وانه يتخول قانون المسائلة والعدالة من هيئة مسائلة والعدالة الى ملف قضائي ما يصير ما يصير هذا الدستور لكن هذا التفق مع لا 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 احنا ما قلنا هيج قلنا كالتالي الدستور ايش قال هم ليش يريدون يحلون هيئة المسائلة والعدالة لان بعد بالدستور يقول بعد حل هيئة المسائلة والعدالة من الممكن ان يعود البعثيين اذا اصبحت الكتلة السينية شنو لكن انتوا قجعتم بعثيين هي اليوم خل لا لا خلني جي سيد كاظم متحالف الوطني وخلي احتي دولة القانون كثير من البعثيين اللي كانوا موجودين ومستفادين هذه هذه تحسن اليوم انتوا قانون البعث يطبق فقط على الفقراء المعلم والمدرس هذا اليوم السياسي او البعثي الكبير رجع عضو كل قارض عضو شعبة عضو قيادة رجع اليوم بالدولة احتيلي عن الموجودين بالدولة هذا يتحمل مسؤوليته غير تطبق القانون على كل الاطراب انا اعتقد من اعاد البعثيين باستثناءات هذا انا اعتقد هذه وصمة في جبينه وفي جبين تاريخه قال الارد اصلا انا اعتقد تدري ليش تدري ليش اول شي انت لما تعود معلم او مدرس او قائد او جيش او كذا هم معظمهم وليعادة وضباط انا اعتقد اليوم اكو كفاءات ضباط ومطوهم مناصب ومكانات مهمة وهذا المدرس والمعلم قاعد حتى راتب ومقطع وقاعد اليوم نازم لا 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 انا رح اوضح لك اليوم بالعكس اصلا بالمناسبة كل دول العالم اللي اجت على اعتاب الديمقراطية اللي اجت الديمقراطية على اعتاب ديكتاتورية وعلى اعتاب قتل واجرام ولا يوجد قتل واجرام مثل النظام البعث الكافر المباد كلها انطت اليوم نلسون مالدلة بعد ما حرر جنوب افريقيا انطة مشروع قانون اسمه الحقيقة امام العفو يعني تجي انت تقول انا فعلا كنت بالحزب الفلاني ذول البيض كنا قتلة ومجرمين وانا اعترف يعني ما تلطقت ايديت دم العراقين لا لا كل البعثيين تلطقت ايديهم كل البعثيين كل البعثيين اصلا هذا قانون المسائلة والعدالة هو ظلم بحق جميع ابناء ومعانات ابناء المقابر الجماعية ابناء تدرين ليش لان اليوم احنا نشوفه اليوم يحكم على شخص قاتل واحد اليوم نرجع القانون العقوبات الجزائية بالعراق المادة 406 اليوم يحكم على ثلاثة اربعة الادات والقاتل واحد يحكم عليه يقول حكمة بالاعدام حسب المادة 406 وبدلالة المواد 47 48 49 ليشتراكه بالجريمة يعني مجرد ايجا ويها ذولة بقضية القتل يشترك اليوم كل البعثيين الفدائيين الاستخبارات العسكرية كل اجهزة البعث كل اجهزة البعث شاركت بقتل العراقي من العار ومن العين ليش ما نسوي يعني مساواة بين كلهم ليش ترجع قسم لا مساواة مع البعثيين اليوم انت اليوم من ترجع لي قسم وتخلي قسم حفيظة البعثين يقول ليش هذا يعني يرجع وهذا ما يرجع ست هيفاء احنا انصفنا البعثين احنا هذا قانون يسموه اجتثات البعث المسائلة والعدالة اوفل اجتثات خلناكمل امطيني نقطة اليوم انت شون تقنع البعثي المعلم والمدرس والموظف اصلا اصلا اذا كلهم انت بنظرك مجرمين الشون تقنعه انه خياد كبير يرجع الوظيفته انت مطلع على قانون المسائلة والعدالة انا ممطلع راح اقولي شي قوي قانون المسائلة والعدالة انا موضع انصف قانون بالانسانية انصف قانون على وجه التاريخ بالانسانية عضو فرقة ما رجع ربعهم والله الحظ من ربعهم انت صريح ما شاء الله انا راح اقولك هم يريد يرجعون هم من رتبة عقيد فما فوق يريد يطلعوهم بتقاعد بالرتبتهم اللي كانوا موجود بيها اسوة باقرانهم هذا اليوم على اساس انا رجع القتلى والمجرمين اللي يضربوا كربلاء واللي يكتلوا والانتباط بس كلهم رجعوا كلهم رجعوا انا رجعوا انا رجعوا انا رجعوا من مأساتنا او تسعين بالمئة من مأساتنا بالموصل والتخاذ اللي موجود بالجيش هو سبب اندساس البعثيين داخل منظومة العسكرية والامنية ولذلك انا اعتقد اشتثاث اندساسهم وشون اندساسهم غير انتو رجعتوهم هو هاتف غير انتو رجعتوهم لا 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 تقوليني انتم قوليني اللي يرجعهم من اللي يرجعهم انا 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 اتحملها رئيس الوزراء السابق بجميع الاستثناءات نعم يتحملها شك ورقة شك ورقة انكتبت من اي شخص كان كان من يكون كان من يكون اللي جامل على حساب اليوم الحمد لله وشكر رئيس الوزراء هو ابن المعانات اليوم رئيس مجلس النواب ابن المعانات يدعب ان هو الحزب الاسلامي والحزب الاسلامي اقصى صدام وعدهم شهداء اليوم الاكراد هو ابن المعانات اليوم الموضوع كالتالي اليوم هذا قانون مسائل والعدالة هو مو قانون مسائل اشو ما تطبق هذا القانون اشو ما تطبق تكريم البعث كما صوت علي استاذ كاظم ما تطبق بقليم كردستان البعث لا يستحق سوى التجريم اليوم البعثية واللي كان موجودين قجعوا ومارسوا حياتهم الطبيعية وفي وضائفهم اقليم كردستان اقليم كردستان أقليم بقيادة مستهترة على جميع القوانين والأنظمة الموجودة لأن ينطعفوا أنا أقول لك اليوم المحكمة الجنائية متوقفة تذرين ليش؟ المحكمة الجنائية اليوم ما غلقت جميع أعمالها لأن الأفندي مسعود البرزان اللي بالأمس قتل الأكراد اليوم انطعفوا لجميع ما يسمى بالجحوش هما يسموهم الجحوش اليوم الطاهم عفوا وأعادهم للمنظومة لا بالعكس أكو بعض المعلومات هاي أنا ما متأكد من عندها توصل لي من بعض الأخوة الأكراد الموجودين هاك من الشعب يقول مسعود استخدمهم بالمنظومات الأمنية لكبح جماح اندفاع وصولة أبناء أقليم كردستان ضد الموضوع ضد أقلمة آل البرزاني اليوم مو أقليم هو لا يمثل أقليم كردستان هو يمثل أقليم آل البرزاني يعني هذا التصريح لك لا لا أنا عنده حقاق لأن طالبت باستثاثة مسعود البرزاني مو بكتب رسمية قلت لي ماذا هذا الرجل هو من أعوان نظام نظام السابق بسعود لكن هو زعيم سياسي من اللي نصبه من اللي نصبه مو انتخابات أصلا هو اليوم مخالف للدستور لا 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 اليوم اقليم كردستان اللي يجري اليوم اللي يجري بأقليم كردستان ما يجري بالعراق هو عبارة عن توافق أحزاب سياسية مفصولة عن إرادة الشعب الرجل الرئيس مسعود البرزاني كان عنده رؤية واضحة أنه نعيد الحياة لأقليم كردستان ونتعايش كلنا كأخوة ويرجعون البعثية ويرجعون أيضا الجهات اللي اتحدثت عنها الأخرى ويكون هناك تعايش حقيقي حتى لا يكون هناك حقد واليوم شوف الأمان اللي موجود في أقليم كردستان بسبب المصالحة الحقيقية اللي قادها بسعود البرزاني بين الأقرار وبين الأطراف بالمناسبة لا توجد مصالحة حقيقية داخل أقليم كردستان اليوم أكو هيمنة من الأحزاب التي تحكم أقليم كردستان والدليل خروج أحزاب اليوم منتفضة ضد سياسة الأقليم ومنها اليوم قائمة التغيير أنا راح أتشيريش حقيقة بعض الأخوة في قائمة التغيير وبعض النواب في مرة من المرات رفض أن يقابلني في أحد المواقع في أحد الفضائيات سألته شنو السبب؟ قال أنت دائما ما تكيل الاتهامات الحقيقية لمسعود البرزاني أنا راح أضطر أندفع للقومية أن أدافع وأنا ما أريد أدافع عن مسعود لأن مسعود متهم بكثير من القضايا الهيمنة على القرار السياسي هو اليوم أخذ قرار سياسي يعني هاليوم نتمنى أنه كان يوجد معنا أحد أعظام مجلس النواب الكرد حتى يرد على هذه الاتهامات يعني الاتهامات أنا أعتقد سيد هيفاء أنا تابعت برنامج لأكثر من حلقة دائما كان أكو كرسي آخر يجلس فيه نائب مغاير للتوجهات اليوم أنا أعتقد كثير من الأخوة هربوا من التصدي للنائب كاظم الصيادة وهذا الهروب هو ليس هروب جبل وإنما الحقيقة لا لا وإنما هربوا من الحقيقة لا يستطيعون أن يواجه أنا أتحدى اليوم أي واحد يغرب أنا أحيي شجاعتك بالكلام أحيي شجاعتك بالكلام لكن بعض الكلام اللي تطلقوا مرات يعني في حفيظة الآخر مثلا يسمي السنة دواعش لا أنا قد إذا دافعوا إذا تحدد عن بعض الشخصيات القومية بعض الشخصيات الوطنية بكلام البعض يعتقدون أنه هو إيهين من شخصيات هذه لا هاي مو إهانة ست هيفاء خلتفرق بين الإهانة وبين الحقيقة أنا ما قدت له أنت داعش قدت من يدافع عن المسائلة والعدالة ويريد أن يعيد البعثيين فهو ممثل للبعثيين حقوق يعني ناسهم الانتخبوهم مو حقوق ناسهم لعنة الله عليها وعالبعثيين إذا فعلا يمثل البعثيين اليوم معظم أبنائنا معظم أخوتنا بالطائفة السنية هي رافضة للبعث وتواجد البعثيين هي عانت الأمرين لدينا كثير من الشهداء والمحكومين بسبب سياسة البعثيين في المناطق الغربية يعني أذهب لكلامك أستاذ كاظم الصياد أنه مستحيل قانون المسائلة والعدالة يمضي ويتحول إلى قانون يعني أو يتحول إلى القضاء أنا اليوم بالمناسبة نتحاضر المظاهرة اليوم الطلبات مال كل أبناء الشعب العراقي هي موقع لا حضر ولا فقط تجريم يريدون قرار واحد فقط هو تجريم حزب البعث يعني كل من انتمع مع السنة مكافية لا لا مكافية مكافية نهائي إلى أن تستقر الحكومة المدنية وينتهي تنظيم حزب البعث حزب البعث اليوم موجود البارحة موجود حزب البعث البارحة التفجيري الموجود في جسر ديالة هو أياد بعثية شوف اليوم أنا أقول كتالي خلنقصم كلامي أقول فقط شيء واحد البعثيين أنا أتمنى أتمنى يكون العدل والمساواة على الكل لا عدالة ومساواة مع البعثيين إذا أريد أن نطبق هذا القانون يكون عدل ومساواة أنا من أشوف ناس رجعوا لأن كان انتماءهم يعني غيروا انتماءهم ورجعوا وكانوا في مقدمة الصفوف السياسية وأشوف ناس ضعفاء يريدون يرجعون وما يقدرون لهم ما عندهم جهة دافع عنهم يعني مو ضعيف مجرم وقاتل لا مجرم وقاتل يعني مو الكل لا لا الكل مجرمين وقتل هناك ناس اضطروا حتى يزيد راتبه أو يزيدين لا 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 بالسابق أستاذ كاظم الصياد في السابق يعني إذا نتحدث بموضوع ما تقدر تدخل جامعة ما تقدر تترفع بأي وظيفة أنا كنت طالب جامع مو باقي أستاذ كاظم الصياد هذا اليوم اتحدثنا أنه مستحيل يمضي قانون المسائلة والعدال أو يتحول هذا القانون إلى القضاء مثل ما تكلمت أنت يعني مستحيل كيف نتكلم عن قانون الحاجة الوطني أنا رحطيش الفقرة 14 يعني تخليني بيها لأن الوقت يدعني من قانون هو نفس هذا القانون والله يبع عليهم هذا الاسم الهيئة الوطنية العليا المسائلة والعدالة هو وينك مسائلة وعدالة وينك مسائلة وعدالة وينك قتل ومجرمين وحضر حزب البعث والانشطة ذلك عبارة عن قتل والمجرمين يجب أن يذهبوا إلى مزبلة التاريخ القضية الأخرى يقول المادة 14 بالقانون لرئيس مجلس الوزراء ونوابه مجتمعين حقا الاستثناء المشمولين بإحكام هذا القانون لا شمآن أطالب أطالب رئيس الوزراء أول شيء أطلب عدم استثناء لأن كل من يوقع على استثناء أي بعثي فهو بعثي اسمعيها من عدة مرة تانية يعني قبل اللي وقعوا رجعوا والبعثي هم كانوا بعثي شكوا إنسان اسمعيها من عندي شكوا إنسان ومن جماعتكم أنتم عسى ما يكون كأن من يكون في أي كتلة في أي مكون من يدعي ويريد أن يعيد البعثي فهو بعثي انتهى هذا الموضوع انتهى الموضوع لا رجوع للبعث والقانون قانون تجريم البعث والقانون قانون تجريم البعث هذا ما يريده النائب كاظم الصياد لكن بالاتفاق السياسية اللي تفقوا عليها أنه يتحول قانون المسالة والعدالة إلى القضاء يكون ملفه بالقضاء هذا انتهى ما رح تمشي هذه الفقرة ولا رح تمضي رأينا ما تمشي على التوافقات السياسية ما لأن بطاحيين تمشي ولكن بلغنا اليوم أنا بلغت كالتالي اليوم التحارف الوطني الكل اسم عمي عندها اليوم التحارف الوطني هو الكل المعطل وليس الجزء ولا الثلث ولا النصب ولا النصب زاد واحد الكل المعطل نعم إذا مررت هذا القانون وأي قانون على مصالح أبناء شعبنا نعم أبناء معاناة الشعب نعم سواء السني الشيعي الكرد اللي كل كانوا يعانون من ويلات وبطش الأرهاب البعثي الصدامي نعم التحارف الوطني خليني لو مرر هذا القانون فهو مرره بأياد التحارف الوطني وبقيادات التحارف الوطني بقيادات بقيادات التحارف الوطني إن شاء الله خلي ننتقل إلى موضوع الاتفاق المسالة والعدالة ما رح يمضي لكن أريد نعرف قانون الحرس الوطني يمضي لو ما يمضي الحرس الوطني بالكتاب اللي وصلني أنا أعتقد من العيب أن يصوت أعضاء مجلس النواب على تشكيل كابينات عسكرية تؤدي إلى تمزيق وحدة وهذا ما يريد البعث أنا من أقلش أكو أفكار متسوسة وأكو سياسين متسوسين وكأنما لكن هذا موجود بالاتفاق السياسي وعلى أساس تشكيلت الحكومة وفق رؤية مصلحة الشعب وفق رؤية مصلحة الوطن والمواطن نعم مو فق رؤية فلان وفلان الأحزاب بعض الأحزاب يوجد فيها بعض المندسين الذين يأتون بأجندات خارجية بعثية أنا أستاذ اليوم أكو اتفاق سياسي وأيضا في الحكومة السابقة أيضا الحكومة شكلت السابقة أيضا على اتفاق سياسي لا لا هذه الحكومة كان باستطاعتنا أن نقوم بتشكيل حكومة كاملة والتصويت بها ولكننا تصويت بها غير كل المكونات بها لا لا اليوم ديمقراطية أنت تتكلم ديمقراطية لو تريد تشذب علي اليوم انتخابات أنا ختمية واحد لا في أنا تفضلت عليك حتى أجعل منك شريك حقيقي وفق رؤية حقيقية لبناء ببك يعني بالوطن ماك واحد يتفضل على لا 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 تفضلنا لا 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 الكل شو يكام هذا الوطن احنا تفضلنا على القائمة الكردية وتفضلنا على قائمة القوة والقائمة الوطنية أعطيناهم من استحقاقات الشعب أنا اليوم الشعب طلع ووصلني إلى 183 قلنا لهم قبل احنا نريد يشكل حكومة أغلبية ليش ما شكلتوها قلنا لهم يا أخوان سألتوا ليش ما شكلتوها إذا أنتم 138 دعنا أتكلم قلنا للشعب تحتاجون 20 مقعد تحالف الوطني غدر الشعب تحالف الوطني بقياداته ومكوناته قد غدر الشعب الشيعي اخذيها من عندي هاي عبارة كالتالي احنا كنا كنا نقول لإخوان المعطل هي الكيانات والقواء الأخرى قلنا لهم إذا خرجتوا كلكم وهذا عهد ولكننا ولكنهم أخلوا بالعهد خليني أحد حدث قبل ما أنهي لن انتهى الجزء الأول قانون الحرس الوطني يمضي لو ما يمضي لن يمضي بهذه الصيغة ولكن سوف يمضي وفق صيغة أبناء الشعب العراقي جديدة هاي عبارة عن تكوين 50 شيعي 40 سني وأيضا أشغل المكونات الأخرى لا 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 احنا مو بس لسنة والشيع احنا متواجدين ولذلك انطينا الأكراد رئاسة جمهورية وكان استحقاق التحالف الوطني والطينا السنة رئاسة مجلس النواب وكان استحقاقنا شاركناهم لا لا شاركناهم شاركناهم بس خلناكم من كلامي لا لا متفضل لا لا متفضل لا لا متفضل لسبب واحد لسبب واحد لسبب واحد هذا اليوم نحن من أريد نسوي مصالحة حقيقية مع من يريد المصالحة نعم أفهم من كلامك ما يريدوا مصالحة أخرى لا 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 الأخواء الكراد يريدون يأخذون يستفادون من أمواله للبصرة نعم ومعاناة أبناء الجنوب والتشيع نعم يبنون أقليمهم وينفصلون هاي حقيقة واقعة نعم السنة يريدون يعيدون البعث وينطون عفو عن الإرهابيين وهم يصبحون مع الأسف بعضهم نعم يصبحون عبارة عن مدافع عن البعثيين والإرهابيين ولن نقبل بهذا الشيء ومن قبل من التحالف الوطني فهو معهم نعم يعني ملخص الكلام الاتفاق السياسي ما رح ينضي لأن الفقرات أنا أتفق سياسيا مع من يريد أن يبني دولة يريد أن يبني وطن لا يريد أن يمزق وطن اليوم تدريش يريدون يريدون الحرس الوطني أن يكون داخل المحافظة والمحافظة يتحكم بي حتى باشر عقبة يعني كل محافظة شكل جيش خاصي يعني بما معناه شكلت مليشيات مع المحافظات حق له باطن نعم لكن البعض أيضا أنا خلص الوقت معلي لكن بكلمة واحدة البعض اتهم فصائل عدكم مليشيات أتحدى واحد اليوم لو لا أنا أقول ليش ليش هاي ردت فعلي لأن بعض السياسيين الموجودين سرعا أتحدى بعض السياسيين كانوا يحلمون بأن تنظيم داعش عندما يقدم ويقوم بإسقاط بغداد أنهم سيرجعون إلى حلم المربع الأول البعثي ولكن خابت مخططاتهم بعد ذلك أبناء الفصائل المقاومة وكذلك الحجد الشعبي نعم نحن الحجد الشعبي بطولاتوا وابحة ومميزة والله يمطيهم الصحة والعاتية اللي حروا مناطق مهمة من علاقنا الحديد لبعض البعثيين ردت فعل بأن يتهمون بنليشيات ونحن نقول لهم لو لا هؤلاء أنتم تبعتم الأرض والعرض ونحن أرجعنا لكم الأرض والعرض شكرا جزيلا في الجزء الأول النائب المستقل عن دولة القانون كاظم الصياد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد بالقسم الثاني من برنامجنا المشهد الأخير وضيفي القيادة في اتحاد القوى السيد حيدر الملة أهلا وسهلا بك سيد حيدر في برنامج المشهد الأخير حياتي الله يا أحنا وسهلا ساد حيدر أريد نتحدث عن قرار مقاطعة اتحاد القوى المجلس النواب شكرا جزيلا يعني تعلمين حضرت جزيلا ويعلم مشاهد قناة الرشيد ومن خلفه أبناء الشعب العراقي أن حكومة الدكتور حيدر لعبادي خرجت من رحم تفاهمات سياسية تمت بين كل هذه السياسية عندما حدث خلاف داخل التحالف الوطني في قضية من يكون مرشح التحالف لرئاسة مجلس الوزراء جاء الدكتور حيدر العبادي وفريقه وقال نعم التحالف الوطني 180 لكن هناك قسم من أعضاء التحالف لديهم وجهة نظر أخرى واليوم نحن الكتلة الأكبر ولدينا 135 نائب فلندخل في مفاوضات وحوار من أجل تشكيل الحكومة ومرشح 135 هو الدكتور حيدر العبادي ونتج عن هذه الحوارات وثيقة وثيقة الاتفاق السياسي تضمن ضمن البرنامج الحكومي وصوت عليه مجلس النواب واتفقت عليه الكتل السياسية وتضمن 20 ملث نعم أريد نتحدث لكن أستاذ حيدر قبل ما نرجع الـ 20 ملث ونتجاوبش على أسباب التعليق لا أنا أريد أرجع على أسباب التعليق لكن أريد أتحدث بلسان مواطن هذا اليوم المواطن العراقي يشعر بريبة وخوف يعني يعتقد أنه رح نرجع للدوامة الأولى أو في السنوات الماضية بالتعليقات والانسحابات وعدم تفاهم الكتل بينها أريد نعرف بالمقابل ماكو أي نتيجة عملية يعني حتى تحدث اليوم أمس السيد فائق الشيخ وقال كان المفروض أن يكون هناك التعليق في الحكومة وليس في مجلس النواب يعني مجلس النواب شنو اللي راح تقدموا بهذا التعليق جيد يعني لا أريد سمعت لي المؤتمر الأستاذ فائق لا أريد أن أعلق على هذا المؤتمر لأنه يعني انطلق من الرؤية ضيقة القضية أكبر من الموضوع الذي تكلم يعني وكأنه احنا عدنا يعني كل الأمور صافية والأمور جارية وماشية مدى يستشعر السلاح المنفلت خارج إطار سلطة القانون مدى يستشعر وجود الميليشيات في الشارع كل هذه القضايا المجازر التي حدثت وبالنتيجة التعليق هو موقف سياسي لإعادة ومراجعة لإعادة ومراجعة مع الشركاء السياسيين في أننا اليوم طرحنا التساؤل التالي هل نمضي باتجاه دولة مؤسسات أم نمضي باتجاه دولة ميليشيات بكل تأكيد لكن اتحدث بعض النواب يعني وقال المطالب اتحدث لك بكل صراحة المطالب اللي يطلبوها اتحاد القوى هي مطالب إعادة البعث هي مطالب يمكن تروج الفكر داعش أو ما تحدث به أنه يعني مسائل ما يمكن أن تحل بصراحة لأن مسألة المسائلة والعدالة اللي انتو خالي ضمن الاتفاق السياسي هذا الموضوع أرق الجانب الآخر ويقول مستحيل يمضي هذا القانون وأنتم رفضتم القانون الجديد اللي خلوه أيضا للمسائلة والعدالة وقلتم أن القانون السابق كان أفضل يعني هل من الممكن أنه نذهب بهذا القانون أو ينلغي هذا القانون ويكون ملفه بالقضاء أو هذا القانون ما رح يوافق عليه الأطراف السياسية أو في البرلمان العراقي أو ما رح يمضي يعني أنت ترحتي مجموعة أشياء من العفو اللي يروج الداعش ومن الذي يريد عودة البعث كحزب اتحاد القوى يعني بس اتحاد القوى يعني أنا أعتقد داعش فقط اللي يحمل فكر داعش هو اللي يقول يتهم الجهات الأخرى أن تروج فكر داعش نعدة الله على داعش ومن يقف خلف داعش ومن يحمل فكر داعش والذي مارس السياسات الخاطئة التي أدخلت هذا التنظيم الأرهابي إلى الأرض العراقية والبعث والبعث اللي تشتغلون الفكر هذا اليوم وأيضا تعملون بي وتحاولون تتواجعون الجهات البعثية إلى يعني أو المناصب أو المكانات المهمة مثل ما تحدث نعم أولا هذا الملث تم نقاش بإسهاب وبتفاصيل في وثيقة الاتفاق السياسي نعم وقلنا لهم اللي يريد يبني دولة اللي يريد يبني دولة عليه أن ينسى الخلافات أني أفهم أن المصالحة الوطنية عنصر مهم تحتاجه العملية السياسية في العراق حتى نستطيع أن نخرج العملية السياسية من مربع سراء السلطة إلى مربع بناء الدولة نعم وهناك بون كبير بين مفهوم من يدير سلطة وبين من يدير دولة نعم نعم ولذلك إنهاء فصل العقوبات السياسية نعم من العراق نقطة شروع لهذا الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة نعم اليوم المحيط الأقليمي بدأ يستوعب كفاءات العراق اللي العراقيين صرفوا عليهم نعم ملايين الدولارات حتى نسوينا خريج واحد نعم رجعني على المساعلة والعدالة حتى رجعني على المساعلة والعدالة ولذلك قلنا الذي يدان هو الذي ارتكب جريمة بحق أبناء الشعب العراقي نعم بمعنى وفق القوانين اللي كان معمول بيها اشتثاث البعث والمساعلة والعدالة ممكن شخص بدرجة متدنية نعم يعني درجة ليس متقدمة في حزب البعث كأن يكون مؤيد نصير ممكن يكون مرتكب جريمة يقول الكل مجرمي خل أكمل هذا ما تحدث اللي يقول كل مجرمين معناها هذا ينتمي لثقافة الإجرام نعم ماكو شيء اسم لكل مجرمين نعم هذا الكل مجرمين معناها ثقافة ميليشيات نعم ثقافة بناء الدولة الذي يقول من هو مجرم هو القانون وليس الفرد اكفرق قلت لك بين منطق رجل الدولة وبين منطق رجل الميليشيات لكن استاذ حيدر استاذ حيدر بس أريد أنا أريد أرجع مو أنا أريد أرجع لك على القانون نفسه حتى ما نطلع حتى أوضح لك ما هو باقي بنفسه استاذ حيدر شنو الخلافات قلوا شنو اللي مقتنعتم بي بالقانون الجديد اللي أنتو اليوم ترفضوا تقولون هذا القانون أسوأ من القانون اللي قابله هو نفس سؤال فلذلك لو أنطلت المجال كان وضحت الجيار لا أنطني النقاط حتى يعني باختصار فممكن هناك رجل مو متقدم في حزب البعث لكنه ارتكب جريمة بحق أبناء الشعب العراقي وممكن هناك رجل في درجات متقدمة في التنظيم مع الحزب البعث ولكنه خدم العراق ولم يرتكب جريمة بحق أبناء الشعب العراقي بأي منطق قانوني هذا اللي يخدم نقصي وهذا اللي ارتكب جريمة بحق أبناء الشعب العراقي انبقي ولذلك قلنا لهم ننهي فصل العقوبات السياسية ونحول الملث إلى ملث قضائي أي واحد من أعضاء حزب البعث ارتكب جنحة أو جناية بحق أبناء الشعب العراقي رحل القضاء ومنطق القضاء هو الذي يقتص منه وهذا كان ضمن الاتفاق السياسي وهذا كان ضمن الاتفاق السياسي اللي وقع عليه حيدر العبادي وكتلته المية وخمسة وثلاثين نعم في تحويل الملف إلى ملف قضائي نعم وأيضا أيضا متزامنا مع هذا الملف تفعيل المادة سبعة من الدستور العراقي من خلال تشريع قانون حضر الكيانات والأحزاب التي تتبنى النهج الطائفي والعنصري نعم والإرهابي وبضمنها البعث الصدامي نعم وقلنا احنا ما نريد أن يعود حزب البعث جزء من التعددية السياسية في العراق كون هذا الشيء قد حضره الدستور نعم لا أحد يريد هذا الشيء لكن نريد أن نرفع الحيث عن البعثيين الذين لم يرتكبوا جراء بحق بناء الشعب العراقي وكان لهم دور فاعل في بناء الدولة العراقية ليس من المنطقي أن نظلمهم ونحاسبهم ونحرم عوائلهم من استحقاقاتهم المالية ومن استحقاقاتهم الاعتبارية نعم 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 ولذلك هذا الملف القانون الجديد القانون لا يتكلم عن إنهاء الملف وتحويله لا ملف قضائي شنو يتكلم عن شنو أنه يجي بنفس ثقافة أبقاء العقوبة السياسية نعم أبقاء العقوبة السياسية وتقليل النطاق شمول أعضاء حزب البعث بهذه العقوبة السياسية نعم وهذا مغاير جملة وتفصيلا لما اتفقنا عليه نعم الاتفاق هو إلغاء فصل العقوبة السياسية وإنهاء وهذا كان يمكن ضمن المصالحة الوطنية طبعا المصالحة كملف بين المكونات الشعب العراقية من 500 ملف يتضمنها المصالحة الوطنية مصالحة الوطنية هي مو بس إنهاء العقوبة السياسية المصالحة الوطنية تعني تشريع قانون العفو المصالحة الوطنية تعني تحقيق التوازن داخل مؤسسات الدولة المصالحة الوطنية تعني فتح ملفات الاستهداف السياسي الذي شمل بعض الشخصيات السياسية يعني اليوم لا توجد أي شخصية سياسية من أطراف التحالف الوطني من 2003 لحد يومنا هذا شملت بالاستهداف السياسي لا يوجد أي شخصية بالتحالف الكردستاني من 2003 لحد يومنا هذا شملت بالاستهداف السياسي باعي على الطرف الآخر عدنان الدليمي شملت بالاستهداف السياسي عبد الناصر الجنابي شملت بالاستهداف السياسي محمد الديني شملت بالاستهداف السياسي رافع العيساوي شملت بالاستهداف السياسي طارق الهاشمي شملت بالاستهداف السياسي جمال الكربولي شملت بالاستهداف السياسي صالح المطلق شملت بالاستهداف السياسي وهناك سلسلة طويلة سياسيا لا قضائيا وليلي بس العفو كم لم يفتح على بعض الأطراف داخل التحالف الوطني ولكن تم سد هذه الملفات ولم نظهر أتحدى أي وسيلة إعلام الآن وأتمنى على جنابك جيبي لي أي شخصية من أطراف التحالف الوطني من 2003 لحد يومنا هذا تم استهدافه أو من التحالف الكردستاني ليش كل هذه الأطراف التي عملت وهذه الأطراف يعني إذا سمحت لي خرجت من رحم ثقافة من رحم ثقافة 130 ثانية من رحم ثقافة كانت رافضة لأصل العملية السياسية جوي وتفاعلوا بكل إيجابية ويجون يستهدفوهم بأي منطق هذا وقلنا لهم قلنا لهم الاستمرار بهذا النهج معناها راح تخلون الأصوات المتطرفة هي التي تعلو لكن أنتم دائما تحال التحال القوى تتهمون المقابل يعني المقابل يعني بالتحديد في اختيال الشيخ قاسم السويداني اتهمتم ميليشيات معينة أو محددة سميتوها خلف الكواليس جهات حكومية هذه الأسماء لكن تم اختيال عدد كبير من أيضا الشخصيات الأخرى بالطرف الثاني اتهموا الإرهاب وما اتهموا اتحاد القوى والمكون السويد قل لي لأفه اليوم تنظيم داعش الأرهابي اليا ديني انتمي واليا قومية واليا طائثة واليا فئة إنسانية هذا تنظيم أرهابي متميش رسالين وجهبي لكن انتوا اتهمتم الميليشيات لا توديني على داعش انتوا اتهمتم الميليشيات قامت بهذا العمل وحذرت ببداية حكيم لا اقل شرطة فضائية جاءت منك وكب زحل اختالت قاسم الجنابي من اختاله من هي الميليشيات هذه اللي اختالت اللي انتوا ايضا طالبتم هذا اليوم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة وايضا حل ملف الميليشيات اللي موجودة في بغداد او المحافظات جيد اول شي قلت لك تنظيم داعش الارهابي تنظيم لا ينتمي الى الثقافة الانسانية براء منه كل الاديان براء منه الطوائف براء منه القوميات براء منه المذاهب لانه يستهدف الانسان ويستهدف قيم الانسان واي جريمة ارتكبها تنظيم داعش الارهابي مدانة من قبلنا سواء جرائم سبايكر او الجرائم الاخرى اللي ارتكبها بالاضافة لكن سبايكر سبايكر اذا ترجعني على سبايكر يعني النائب من اتحاد القوى من جماعتكم هو اتهمكم واتهم العشائر بصلاح الدين بهذه المدزرة يعني مو الطرف الثاني فاللي تمدد الخارطة الجغراكية لتنظيم داعش الارهابي كانت في مناطق التي فيها جمهور تحالف القوى العراقية اليوم داعش مو متمدد بالناصرية مو متمدد بالعمارة ولا بذيقار متمدد بالانبار وبصلاح الدين وبالموصر وبكركوك وبديالة وكل هذه هي جمهور فبالنتيجة اول المتضررين من تنظيم داعش الارهابي هم السنة نعم والقوى التي انتجتها المحافظات الستة المنتفضة هم المتضررين ولذلك بياناتنا ومواقفنا هي في ادانة هذا التنظيم الارهابي هاي نقطة رقم واحد نقطة رقم اثنين عندما اظهرت المرجعية الكريمة في النجف الاشرف نعم فتوى الجهاد الكفائي اردفتها بتوضيحات على مدار 48 ساعة عندما قالت التصدي لتنظيم داعش يكون ضمن مؤسسة الدولة نعم يكون ضمن مؤسسة الجيش مو الروح نأسس كيانات خارج الدستور وخارج القانون نعم نسيلا حتى نصدى لتنظيم داعش يعني اليوم الحجد الشعبي نعم أنا لا أنكر الدماء الزكية التي زالت من الحجد الشعبي في التصدي لتنظيم داعش الارهابي ولا النواية الحسنة الموجودة لدى الشرفاء الذين يتصدون لتنظيم داعش لكن اليوم الحجد الشعبي ما عنده غطاء دستوري وعنده غطاء قانوني نعم لا يوجد نعم وبالنتيجة هذه المظلة وهذا العنوان الشريف أصبح يختبئ فيه أصحاب الأجندات الارهابية أصحاب الأجندات الإجرامية بعض الميليشيات وبالنتيجة اليوم بغداد تحولت إلى تكساس نعم السلاح منفلت خارج إطار سلطة القانون وهناك أصبحت دولة فوق الدولة نعم وأصبحت هذه المؤسسات تملك الأدى والسلاح حتى أخوى من الجيش العراقي تحت عنوان التصدي لتنظيم داعش اليوم القاس وداني يعرف تنظيم داعش هي أجندة خارجية نعم وبالنتيجة هي ليست نتاجا وطنية نعم كان ضمن الاتفاقية السياسية ولذلك كان ضمن الاتفاق السياسي هو قانون تجريم الميليشيات قانون تجريم الميليشيات وخاصة للسلاح بيد الدولة ولذلك قلنا لأ أنت اليوم ونكرر عليه السؤال أنت اليوم أمام مفترق طرق قلني لي حضر تتابعتي قرار جامعة الدول العربية عندما أصدرت بلائحة هذه الميليشيات وتجريمها واحتبارها إرهابية يعني معروفة لكن من المتهم بارتكاب جرائم بالتحديد ضد اتحاد القوى والمكون السني خليت حدث بكل صراح يعني هو هذا ما نطالب بقائد العام للقوات المسلحة بكل تأكيد عندما تحدث مثل هذه جرائم نروح على وزير الصحة نقول له تعال حق فنه وشوف أنه من مرتكب هذه الجرائم يعني تعرفون الجهة ووصلتوها رئيس الجرائم نقول للقائد العام للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة شنو وظيفته شنو وظيفته يعني هو المسؤول عن الملف الأمني زين فأنت من ثروحين تقول له يا با تعال هذا من قلنا له مصعب بن عمير قاله وقاعدة وتنظيم داعش من قلنا بروانة قاله وداعش نقول له فلا شيء يا بس هذا في منطقة كنا نعرفها من هو المسيطر عليها والجثث الكريمة للشهداء الذين سقطوا والشيخ قاسم الجنابي وين لقوا جثثة والسيطرات اللي عبروها وكل هذه مؤشرات ودلائل تؤشر من هي الجهة التي ارتكمت هذه الجريمة البشعة زين فاكشفنا ياها يا قائد عام للقوات المسلحة حتى تكون نقطة شروع حتى تكون نقطة شروع نحو أن نضع حجر أساس ونقول كافي لهذا السلاح المنفلت خارج إطار سلطة الدولة ونبدأ حجر أساس وضع حجر أساس لبناء دولة استاذ حيدر أنا أفهم من كلامك والمواطن أيضا أنه الاتفاق السياسي ما رح يمضي بسبب واحد أنه عدم رضاكم عن قانون المسائلة والعدالة الجديد وهذا القانون ما رح يمضي في مجلس النواب ولا أحد يصوت عليه وأيضا حصر السلاح تجع جريم الميليشيات وحصر سلاح بيد الدولة أيضا أنا أفهم من كلامك أنه شفتم صعوبات كبيرة في هذا الموضوع صحي أو لا؟ لا أنت عندك تصور خاطئ نحن نقول حريصون على أن يمضي البرنامج الحكومي وحريصون على أن يمضي الاتفاق السياسي بالشكل الذي اتفقنا عليه ولا نتمنى أي تنصلا يعني ملتزمة قدر الحكومة بهذا الموضوع؟ نعم ملتزمة الحكومة؟ لحد الآن لم تترشح لدينا جدية من قبل الدكتور حيدر العبادي في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي اتفقنا عليه نعم وهناك مؤشرات للتنصل نتمنى في أن نكون مخطئين في هذا التصور ونتمنى عليه أن يبادر بخطوات عملية نعم اتجاه تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي نعم بالشكل الذي اتفقنا عليه نعم ملف المسائل والعدالة أن يتحول إلى ملفا قضائيا نعم ملفا قضائيا وننهي فصل العقوبات السياسية التي استهدفت الذين كانوا منتمين لحزب البعث قبل 2003 من 2003 لحد يومنا هذا استاذ حيدر قانون الحرس الوطني ينضي؟ شوفي القانون الحرس الوطني هذه مطالبكم يعني المسائل والعدالة قانون الحرس الوطني وإيضا أكيد مطالبنا والله أنا متفق وياحتي بس نريد أن نعرف أنه ينضي لو ما ينضي هس نحن عرفنا أنه قانون المسائل والعدالة بالقانون الجديد ما رح تصوتون عليه لأنه تشوفوه أسوأ من السابق لكن وصل هذا القانون مع المسائل والعدالة المجلس شورت الدولة يعني وأيضا يعني وأيضا إلى مجلس النواب شون نتحدث عن هذا الموضوع قانون الحرس الوطني أنتجت مطالبات ساحة الاعتصام عندما استشعروا هناك قيادات عسكرية عندما كنا نقول أنها فاسدة لم يكنوا يستمعوا لنا اليوم ثبت فسادها وثبت وجود الفضائيين فيها وثبت وجود المزايدين فيها وثبت وجود الميليشيات فيها وثبت وجود المتاجرين وبالنتيجة قعدنا بين ليلة وضحاها شفنا هذه الموصل المدينة العظيمة العراقية سقطت على يد أربعين أرهابي من تنظيم داعش وتقهقرت أمامها كل المليارات التي صرفت على القوات العسكرية والأمنية وتشكلت الآن اللجانة التحقيقية التي نتمنى أن تصل إلى نتائج حقيقية في تشخيص المقصرين الحقيقين الذين سلموا أرض العراق الكريمة لهذا التنظيم الأرهابي جيد لكن اللي حدث أنه من أجل حجد الشعبي خارج إطار الدستور وليس له غطاء قانوني رح نفصلنا قانون الحرس الوطني بالشكل الذي يستوعب الحجد الشعبي ويطفي له الصفة القانونية وفرغناه من محتوى الذي بموجبه ترشح من محافظات عانت من سياسات أمنية وسياسات عسكرية في الفترة السابقة ولذلك إذا بهذه الصيغة حتى تطلطون الشرعية الحجد الشعبي مرد قانون الحرس الوطني حتى كلمة تسليح العشاء اللي لم تذكر فيه قانون الحرس الوطني وإنما من ذكره فيه قانون مشروع قانون الحرس الوطني اللي هو ليس قانون لحد هذه اللحظة هو مشروع إنما ذكر الحشد وذكر بعض جهات الصحوات بعض جهات الصحوات ولم تذكر العشاء نقطة رقم اثنين هذا ما أنهي اليوم قتلك الخارطة الجغرافية لتنظيم داعش الارهابي هي في المناطق تاته الارهابية السنية لا توجد أي تسليح للعشاء السنية في حين هناك تسليح للحجد الشعبي يابا أهل مكة أدرى بشعابها سلحوا ذول الناس حتى يصدون لتنظيم داعش الارهابي أنا أقيد الملخص من هذا الحديث يعني شلون راح تقدرون انتوا اتحاد القوى بالتعاون يعني مع يمكن اتلاف الوطنية كانت أيضا عدها نفس مطالبكم مع الحكومة أنه ننهى هذا الملخ ويعني تتنفذ مطالبكم وتمشي أو راح نتحدث ونقول أنه هاي المطالب ما راح تمشي والاتفاق السياسي هو اتفاق هش وماكو أي نتيجة لاحنا ما نريد تتنفذ مطالبنا ما تريدون؟ لا أريد بحيدة العباد ينفذ البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي لكن مطالبكم هي المسالة والعدالة هذا البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي أو فرق بمعنى آخر لا أريد أصور هذا اليوم من التحكي لي أنه هذه ليست اتفاق سياسي بالاتفاق السياسي يجيق قانون أنت ما مقتنع به ويجيق أيضا قانون حارس وطني أنت ما مقتنع به فعدكم طلبات تريدون طلباتكم تخلوها بهذه القوانين حتى يمشي القانون صح أو لا؟ أريد ما اتفقنا عليه في البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي ينفذ لا زايد ولا ناقص لا بمطلب إضافي من عندنا ولا بمطلب إضافي من أي جهة سياسية أخرى كيف اتفقنا في وثيقة الاتفاق السياسي وكيف اتفقنا في البرنامج الحكومي وصوّطنا عليها مع التصويت على حكومة الدكتور حيدر العبادي نريد أن ينفذ وثيقة ليست مطالبنا لا تنفذ له لا نتمنى أمام يعني اليوم حيدر العبادي أمام قتلك خيارين أما أن يقود البلد إلى بر الأمان ويلتزم بما ألزم بيجيق نفسه وحكومته أو معناها خلص معناها ديئاكوتة السياسية روح اشتغل حتى يصحبون التقمن عندي نعم كلمة وحدة متى سيتم هذا التعليق يعني إلى الوقت اللي يعني رح يقق تعليق اتحاد القوة هناك مية للعودة إلى مجلس النواق نعتقد اليوم كشف قتلة الشيخ الجنابي نعم ملفها موجود لدى قائد العام القوات المسلحة نعم يستطيع أن يكشفها يستطيع أن يتخذ إجراءات عملية على الأرض اتجاه حصر السلاح بيد الدولة نعم وتبني مشروع قانون حضر الميليشيات حتى يطمئن الشركاء السياسي نعم حتى نكون ايدينا بيدية نذهب سوية إلى بر الأمان وننجح حكومته من خلال تنفيذ البرنامج الحكومي شكرا جزيلا القيادة في اتحاد القوة شكرا جزيلا كما أشكر المشاهدين وأتمنى أن ألتقم في حلقة قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة